مساء الخير بعد ليلة سطع فيها الإيمان على الإخوة السياسيين واستحضار الآيات البينات والروح القدس عادت الشياطين إلى تفاصيلها سالمة وبكل دهاء دعا تكتل لبنان القوي الرئيس المكلف سعد الحريري ليستأنف عمله في أسرع وقت بعيدا من أي تأثيرات والتزاما بالقرار السيادي اللبناني وبالحاجة القصوى إلى قيام حكومة إنقاذ فيما ظهرت هذه التأثيرات على الرئيس الحريري من خلال ضبطه متلبسا بالأشعار البريطانية لسيما تلك التي تدعو إلى ثباتك على رشدك من دون أن يفقدك إياه كل من حولك ويلقي باللوم عليك وفي حصيلة اليوم المقدس بالأمس فأن الحريري لم يتخرج ناسكا زاهدا في الحكومة وأن التيار بدوره لن يكون في موقع صاحب العمامة السياسية وفي التصريح المثبت دينيا ودنيويا أن الثنائي عون وبسيل لا يريد سعد الحريري رئيسا للحكومة وهما على استعداد لإبراز هذا الموقف وإن جاء على صيغة تسريب وما دعوة تكتل التيار اليوم الرئيس المكلف إلى استئناف العمل سوى أكذوبة مستحدثة لأن التيار في هذه الحال يشجع على التعامل مع رئيس حكومة كاذب بحسب توصيف رئيس البلاد وفي كلتا الحالين فأن رئيس الجمهورية برفضه شخص الحريري بعد شهرين على تكليفه من دون تأليف يرتكب انتهاكا للدستور المؤتمن عليه وتباعة خرق الدستور تجيز المحاكمة فالرئيس هنا يرفض موقفا أدل به خمسة وستون نائبا مستبيحا للنظام البرلماني والديمقراطية التي يقوم عليها هذا النظام أما لجوء قصر بعبدة وبيانات التيار إلى الرد على الجديد والدعاء الخطأ في الترجمة من وراء الكمامة والضياع بين عبارتي أعطانا وأعطيناه فهي الخبل بعينه لأن في العبارتين إدانة للرئيس الذي تسلم التشكيل مؤكدا أنه لا تأليف للحكومة وعليه يصبح توضيح عبارة أعطيناه كحال السفستك على البالكون التي استدعت من القصر تفسير كلمة البالكون من دون ما سبقها وبوضوح العبارة أن عون والحريري وثالثهما الشيطان مركب كيموي مستعد للانفجار في أي لحظة وسيبقى يتفاعل سلبا حتى نهاية العهد من دون وصول لقاح التأليف الحكومي وسيستمر رئيس الجمهورية في بدعة تمثيله المسيحيين وتوزيرهم وهي الرواية عينها التي عطل فيها البلد سنتين ونصف سنة قبل وصوله إلى سدة الرئاسة ولما وصل هدر دم الوقت بينهم سنة وثلاثة أشهر مدة الفراغ الحكومي في انتظار تأليف الحكومات واحتجاز التأليف وخطف الاستشارات النيابية وعندما يستعمل الأعلام والجديد تحديدا حق النقد السياسي نتهم بالإتجار بالمخدرات الحكومية وبطبييد السجل السياسي والتيار الذي يرمي اليوم علينا الجرم والحرم بكل عناصره التي ترشح غباء هو نفسه الذي رجمنا من أجله الذي رجمنا من أجله عندما استقبلنا جبران بسيل على شاشتنا وهو الذي كانت تطوقه هيلهو شعبية واسعة ولنا في كل عرس سياسي قرص نقدي من دون أن يكون هناك استثناءات لأي من المكونات والأحزاب والرئيس سعد الحريري ضمنا ولأن الجديد تعاقدت مع الحقائق فأنها تبحر اليوم إلى عمق مرفأ بيروت بالتزامن مع إصدار مذكرات انتربول لملاحقة مالك سفينة روسوس وقبطانها ومسؤول في المصنع طلب نيترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار وأبعد من سؤال ماذا لو تكشف الجديد اليوم أسماء شخصيات من أصحاب الثروات السورية في وثائقي الزميل فراس حطوم بابور الموت لن يحمل على متنه أي ارتياب ليدخل عمق المياه الإقليمية لدول بعيدة وقريبة ظلت مستبعدة حتى يومنا هذا من دائرة الشك فيما يتلهى القضاء اللبناني بقضايا شكلية وضعت جريمة بهذا الحجم في عنابر الانتظار بابور الموت الرواية من دون ريب وبخلاف قضاء مرتبك يقعده وزيران